اهلا بكم من جديد افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط منتدى الخليج الثالث للسلامة بهدف ايجاد حلول مناسبة لتحسين السلامة في جميع القطاعات بشكل عام والصناعية بشكل خاص بالاضافة الى تبادل التجارب الناجحة ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث واضاف معالي وزير النفط ان مملكة البحرين تقوم بمشاريع نفطية مهمة من اجل تحسين الاقتصاد الوطني حيث تحتاج هذه المشاريع الاستثمارية الضخمة الى كوادر بشرية واعية مثقفة في مجال الصحة والسلامة من اجل تشغيل هذه المصانع بامان وكفاءة عالية مؤكدا على حرص الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز من مراجعة جميع الانظمة والقوانين المتعلقة بالسلامة بشكل مستمر وتحقيق الانجازات في هذا المجال مثمنا تلك الجهود المبذولة من جميع العاملين والمقاولين في شركة نفط البحرين بابكو بتحقيق اكثر من عشرين مليون ساعة عمل دون وقوع حوادث مضيعة للوقت الذي يعتبر انجازا كبيرا جاء بفضل الالتزام المتواصل بتطبيق اجراءات وسياسات وانظمة السلامة المعمول بها في الشركة كما تمكنت شركة الخليج لصناعة البتروكيمويات جبك من تحقيق اكثر من ثلاثين مليون عمل او ساعة عمل دون وقوع حوادث مضيعة للوقت الامر الذي يؤكد على جدية الشركات النفطية من تطبيق اعلى معايير الانظمة والقوانين المتعلقة بالسلامة قطاع الصناعي في البحرين يمر بطفرة صناعية في الوقت الحاضر لقد انتهينا من عدد مشاريع الكبيرة ونحن في خضم اكبر مشروع في تاريخ البحرين اللي هو مشروع توسعة مصفات نفط البحرين بابكو فالموضوع البيئة والصحة والسلامة ياخذ الحيز الاكبر في هذا المجال ومثل هالمشاريع طبعا ومثل هالمؤتمرات هذه اللي اثبتت في البحرين قدرتها على تنظيمهم حيث هناك تبادل الخبرات وتبادل افضل ممارسات تأتي في وقت مناسب جدا فنحمد الله يعني ان البحرين يعني تعيش في طفرة صناعية ومعادلات السلامة والصحة وكذلك تميز التشغيلي واللي هو يعتمد على الاعتمادية وكفاءة المصافي واللي الحمد لله يعني مصافي البحرين او نقدر نقول الصناعة في البحرين صفة عامة نتيجة للقوانين يعني تحظى على مستويات عالمية نظرة السلامة في القطاع الصناعي خصوصا في قطاع الالمنيوم او قطاع النفط والغاز جدا مهم احنا نعتبره هو جزء من استمرارية العملية الصناعية احنا بمكاننا بالمشاركة بهذه المؤتمرات بمكاننا ناخذ خبرات نطور عملية تحسين السلامة في القطاع الصناعي خصوصا طبعا عندنا في شركة الالميون بحرين ألبا ترأس السيد محمد حسن يتيم رئيس مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2019 وقد استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حيث اطلع على التقرير السنوي للمصرف والحسابات الختامية المدققة للمصرف لعام 2018 كما اطلع على تقرير عن أعمال المصرف للفترة المنصرمة من هذا العام ووفق المجلس على اعتماد القائمة المحدثة لرسوم التراخيص لبعض الخدمات المساندة للقطاع المالي على ضوء استحداث تراخيص لأنشطة جديدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية في انتك كما ناقش التطورات في القطاع المالي والجهود التي يبدلها المصرف لتحديث الأنظمة والمعايير الرقابية لتنظيم أعمال البنوك وشركات التأمين والصيرفة والشركات الاستثمارية والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تراجع مؤشر البحرين العام في إغلاق اليوم بنسبة 0.47% بإقفال عند مستوى 1416 نقطة وذلك عائد من خفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.881.000 فسه بقيمة إجمالية تجاوزت 1.615.000 دينار تم تنفيذها من خلال 88 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 8666 نقطة بارتفاعا بلغت نسبة 0.23% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 5117 نقطة بارتفاعا بلغت نسبة 0.45% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2634 نقطة بارتفاعا تجاوز النصف نقطة مئوية سجلت إرادات المنشآت المتوسطة بالقطاع الخاص السعودي في الربع الثالث من عام 2018 نحو 30.3 مليار دولار أمريكي مرتفعة بذلك بنسبة قدرها 2.8% مقارنة بالربع الثالث من عام 2017 وأصدرت الهيئة العامة للأحصاء السعودي نتائج مؤشر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص للربع الثالث 2018 ويقيس المؤشر مدى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نمو القطاع الخاص ويعكس التطور الذي يطرأ على هذه المنشآت أعلن البنك المركزي اليمني بدء تنفيذ خطة طارئة من أجل استقرار العملة المحلية وإعادة الاعتبار لسوق الصرافة وإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور وقال حافظ معياد محافظ البنك الجديد إن البنك المركزي يعمل لاستعادة الاستقرار لسعر الريال اليمني لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن وأن اليمن ستبدأ فورا في تطبيق خطة عمل طارئة تهدف إلى فرض الاستقرار في سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل تقارير أخبارية تشير إلى أن صفقة السحوات أوبر لكريم أوشكت على الانتهاء بقيمة 3.1 مليار دولار تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع استمرار النظر القاتمة بشأن الاقتصاد العالمي وكان قطاعات طاقة والاتصالات الأسوأ أداء في وول ستريت كما قاد سهما فيزا ونيكي تراجع المؤشر الصناعي داو جونس وجاء هبوط وول ستريت تزامنا مع تراجع في الأسواق العالمية حيث سجلت الأسهم اليابانية خسائر ملحوظة عند الإغلاق كما تراجعت البورصات الأوروبية خلال التعاملات عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي أن تستقيل من منصبها إذا ما صوت مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي على خطتها ومن المقرر أن يجتمع البرلمان البريطاني لبحث الخطوة المقبلة ويستبعد أن تقوم مي بطرح خطتها للتصويت خاصة مع توقعات برفضها من قبل البرلمان ووافق الاتحاد الأوروبي على تمديد تاريخ بريكسيت إلى الثاني والعشرين من ماي المقبل في حال حصول مي على موافقة البرلمان لخطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية اشتركوا في القناة ذكرت تقارير أخبارية أن صفقة استحواذ شركة النقل التشاركي أوبر على نظرتها كريم أوشكت على الإتمام بقيمة قدرتها مصادر رسمية بالشركة بنحو 3.1 مليار دولار وقالت مصادر بالشركتين لبلومبرغ أن أعلان إتمام صفقة الاستحواذ من جانب شركة أوبر الأمريكية على شركة كريم في منطقة الشرق الأوسط في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار سيكون خلال الأسبوع الجاري على أقصى تقدير خلال اجتماع في دبي وأشرت الوكالة إلى أن أوبر تعمل على تحقيق طموحاتها العالمية في الوقت الذي تستعد فيه للاكتتاب العام وترغب في تعزيز مكانتها في أسواق الشرق الأوسط